أعلم الإيطالية مع الارا أو إمبارا الإيطالية عن كل الارا لو أنتم لست جداد في القناة ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زرار الجرس علشان يجيلكوا نوتيفيجيشن بكل الفيديوهات اللي أنا بنزلها النهاردة هنتكلم على منين أجيب كتب اللغة الإيطالية لو أنت قاعد في مصر أو لو أنت قاعد في إيطاليا أو لو أنت حتى قاعد في أي دولة فيها يعني إنترنت هفصل لكم دلوقتي طيب دلوقتي علشان تتعلم اللغة أنت عندك أنك تجيب أي كتاب اللغة ممكن تتعلم منه مش شرط تجيب كتاب اللي أنا درست منه لأ أنت ممكن تشوق في الكتاب اللي نسبك وتشتغل منه إحنا في الكلية اشتغلنا من كتاب كاترين كاترينوف بس مش معنى كده أنك هتروح تجيب كتاب كاترين كاترينوف لأ لأن بعد كده في الكورسات بتاعتي أنا كده اشتغلت من كتاب روجيتو إيطاليا وفيه ناس بيشتغلوا من كتاب بيعد اللغراماتيكا تعددت المصادر وهيبقى المحتوى واحد اللي اختلاف بس طريقة عرض المحتوى ده أنا ارتحت مع كتاب بروتجيتو إيطاليانو والكتاب ابتدت به الأول نصخ بيدي اف وبعدها اشتريته لأن مع الوقت خلاص بتكون محتاجة الكتاب يكون فيه دكا لو انت قاعد في مصر وبتتعلم إيطالي عندك مكتبة أزوريس مكتبة أزوريس الحقيقة أنا كنت بجيب منها كل الكتب بتاعت اللغات وحتى كتاب الأسباني أو كتب الأسباني والكموس اللي أنا كنت باخدهم في الكلية لأن احنا كنا شغالين من كتاب اسمه اسبانيول سين فرونتيراس فده حل أنا الحقيقة معرفش مكاتب لغات تانية في مصر غير دي لأن احنا حتى في ألسن كنا نتعامل معهم لأن قرتي كان فيه زي الكنيكشن ما بين الألسن وما بين مكتبة أزوريس مكتبة أزوريس موجودة في وسط البلد في شارع أصر النيل رقم خمسين تقريبا أو خمسة خمسين مش متذكرة بالزبط الرقم الشارع دي حاجة لو انت قاعد بقى في إيطاليا فانت الفرصة بالنسبة لك أكبر وأكبر 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 ليه؟ لأن انت دلوقتي عندك أول حاجة أمازون وأمازون بيوصل في أي مكان فانت ممكن على أمازون تشوف الكتاب اللي انت عاوزه أو لو الكتاب لو انت طلبت رأي الشخصي أنا برشح لك كتاب نوفو بروتجيتو إيطاليانو لأس أمازون فوق الرائع زي ما قلت بيوصل في خلال أسبوع وتقدر بسهولة تجيب منه الكتب اللي انت عاوزها حتى لو انت مش قاعد في إيطاليا لو انت قاعد بره إيطاليا طيب بالنسبة للناس اللي هم مش عاوزين يشتروا حاجة أونلاين علشان عندهم مش credit card أو علشان عنوانهم مش واضحة أو مش سابتين في مكان أو لأي سبب انت في مكاتل في إيطاليا مشهورة لبيع الكتب زي لائل بريريا زي مكتبة موندا دوري وزي مكتبة فيلترينيلي فانت ممكن تكتب على جوجل مابس تشوف أعرب مكتبة فيهم فين يعني وليكن مثلا انت عايز تروح موندا دوري هتكتب على جوجل مابس موندا دوري وهيطلع لك أعرب واحدة هتروح ماشي هتسأل والله يا جماعة هل انتوا عندوكم الكتاب ده عندهم كان بيها ما عندهمش فهما هيعملو لك ريكيا ستا ممكن يطلبو لك الكتاب هما ويتيجي تستلمهم من عندهم بردو انت بتديهم بياناتك وأول ما الكتاب يجي لهم بيبعدو لك على التليفون رسالة بيقول لك والله ده الكتاب بعنوان كزا جي وتقدر تستلم بردو ماكسيموم اسبوع من الاتنين للاتنين يعني ما بيتأخروش أبدا الحقيقة طيب لو انت عاوز تشتري حاجة مستعملة مش عاوز تشتري جديدة هل في آفي ممكن من على موقع لبراتشو هسيبلكم موقع بردو في خانة التعليقات لبراتشو بيبيع الكتب مستعملة بنص التمن تقريبا يعني فانت ممكن تشوف الكتاب اللي انت عاوز تتعلم منه اللغة الإيطالية أو حتى لو انت منشفد معك كتاب معين وكتبت لبري برين براري لانيجو ايتاليانا بيري سترانيري هيطلع لك إيلينكو بكل الكتب هيقولك والله إذا الكتاب ده موجود مستعمل وسعره كذا فحالة لو انت مش عاوز تشتري حاجة جديدة طيب ولا عاوز الحل ده ولا عاوز الحل ده ولا عاوز الحل ده وعاوز حل سريع وموفر ممكن الكتب تلاقيها بي دي اف طيب تلاقيها بي دي اف لفين؟ في موقع روسي اسمه VK الVK.com ده تقريبا كنزة لان فيه تقريبا 90% من الكتب اللغة الإيطالية معمولة بي دي اف ومرفوعه بكواليتي عالية جدا 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 فانت ممكن تعمل تسجل في الموقع وتنزل الكتب اللي انت عاوزها وممكن حتى تسايل في الكتب فانت ممكن يكون في دقيقة واحدة عندك بتاع عشر كتب لتعليم اللغة الإيطالية كل المستويات انا كنت عاوزة انزل الكتاب للشيدو كمية كتب يعني وكت قبلها بدور في المكتبات بس ملقيتش الحاجة المريحاني قوي عشان اشتغل منها الحقيقه وملقيتش برضه على امازون فقلت هاشوف على الفوكي دي فالفوكي حتى انت بتنزل الكتاب والله عاجبك كان بيها تشتغل منه ما عاجبكش هتدور على غيره وفيه امكانية انك كمان تطبع الكتب بحيث لو انت عندك كمان برينتر في البيت للناس اللي هي بتحب توفر اكتر واكتر فدي الاماكد اللي انت ممكن تجيب منها الكتب اه برضه فيه ممكن تشتري الكتب بي دي اف لو فيه مثلا كتاب مش موجود فانت ممكن تشتريه بي دي اف زي الكتاب بتاع كومي سيديتش كده حد من الدارسين اللي انا بدارسلهم اشتراه فعلا اونلاين وهي لما تشتري الكتاب بي دي اف اللي هو مش متوفر يعني زي الكتب بتاع البوكي فهي بتتكلف نص التمن لان الكتاب كان بعشرة يروه تقريبا وهو اشترات خمسة تمانين او بستة حاجة كده يعني تقريبا النصة واهل من النص بشوية صغيرين فانت عشان تتعلم المصادر والدعمك هي ويترك على الاماكن ان انت ممكن تشتري منها الكتب واختار الكتاب اللي نسبك اختار الكتاب اللي يعجبك المهمة ان يكون المحتوى اللي هو مثلا لو انت هتدرس ا 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 وهجل يكون هناك الأمامة انت فتحه لانا اقولهم لتدريس الذي هو أعون و أدوى ان يكون فيه الألفابيتو بالطبع عنها ويكون فيه الـ Singular والـ Plural والـ Feminal والـ Mascular ويكون فيه الـ Presenter والـ Passato في جميع أنواعه ويكون فيه الـ Futuro و الـ Conditional نوعاية Conditional Sanctuary Y Compost يكون فيه الـ Possessiv يكون في قاعدة مبياتشة ومبياتشنو يكون فيه كمان معلومات كولتورة وللتورة عن ايطاليا والشعب الايطالي والعادات والتقاليد بيأملوا ايه بيأكلوا ايه طبعا الحاجات دي مهمة لان زي ما قلنا قبل كده علشان تتعلم لغة اهل البلد مش يكفي بس انك تعرف الجراماتيكا او الفوكابولاريا ولكن لازم تعمل عملية انتجراتسيونة او اندماج في الكولتورة بتاعتهم لان انت لو حبيت فيه مع بعض المستخولات تعيش معاهم لازم تعرف الناس دي بتاكل ايه بتشرب ايه بتحب ايه بيحتفلوا باعياد ايه وحتى تحتفل معاهم اه اتمنى لكل الناس انه هم لو فيه مسلا مشكلة في الكتب يكون الفيديو ده حللكم المشكلة دي واتمنى انكم تبتدوا السنة الجديدة وتتعلموا الايطاري لانه فعلا من اجمل اللغات وكل سنة انتوا طيبين وسنة سعيدة عليكم وان شاء الله لسه بيفكر يتعلم الايطالي ياخد القرار ويتعلم والقردي بيتعلم ربنا يوفاو ويوصل المستوى اللي هو عاوزه سواء الا او 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 بي او بي او 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 تدخلوا الامتحانات وتنجحوا واتمنى انكم كمان تكونوا باستفادين من الفيديوهات بتاعتي اشوفكم الحلقة الجادة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة